بحلته الجديدة وبما شهده من أعمار تحديث وتطوير أصبح مجمع أبي الفضل العباسي عليه السلام لخدمة الزائرين على أتم الجهوزية لاستقبال زائري الأربعين القاصدين الزيارة من جهة محافظة النجف الأشرف باشرت ملاكات العتبة العباسية المقدسة بكل تفصيلاتها وعناوينها لتقديم الخدمة في مجمع أبي الفضل العباس عليه السلام لخدمات الزائري كنا في هذا العام تأخرنا قليلا بسبب التوسع الكبير التي حصلت في هذا المجمع بحيث أضفنا مساحات أخرى قاعات أخرى كبيرة وجديدة لتقديم أفضل عنواع الخدمة حقيقة للزائر لأن الزائر فعلا يستحق من عندنا تقديم أفضل ما يمكن تقديمه أعمال التحديث والتطوير أجريت في وقت قياسي جدا اتكثفت الملاكات العاملة في المجمع أعمالها لأجل الانتهاء منهم بأسرع وقت ممكن لتكن أبوابه مشرعة لاستقبال الزائرين والزائرات وعلى مساحة تقدر بأربعين ألف متر مربع مقسومة على شكل قاعات ومجمعات صحية وخدمات طبية وكل ما يحتاجه الزائر